مشاهدي قناة مكتبة التعليم يا مرحبا بكم في الصفحة 121 وقوموا وأدعموا تعلماتي أولا ألونوا بالأصفر الإناء الذي له أصغر قياس للسعة وبالأحمر الذي له أكبر قياس للسعة مع توضيح ذلك إذن عندنا السطل عندنا هذا الإناء وعندنا هذا البيض فحنا قد نحدده بتلوين باللون الأصفر الإناء اللي عنده أصغر قياس للسعة وبالأحمر الذي له أكبر قياس للسعة فكلاحظو سطل السعة جيلوا 1 ديكاليتر هدل الإناء 4.2 هكتوليتر ثم اللي بيدو 5 لتر فأولا كي خصنا نحولوه النفس الوحدة باش يمكننا القارنه إذن عندنا الديكاليتر لهكتوليتر اللتر غد نحولوهم كلهم اللتر إذن 1 ديكاليتر ناخد الجيل واحد ديكاليتر يساوي كم من اللتر يساوي 10 لتر إذن هنا هي 10 لتر 4.2 هكتوليتر لاحظو رقم الوحدة 4 غد نحطها في الهكتوليتر 4.2 هكتوليتر نحولوها اللتر 420 420 لتر ثم 5 لتر دا بايما كنا نحددو الإناء اللي عندو أصغر قياس للساعة وذي نقارنوه 420 و 5 لتر و 10 لتر إذن أصغر قياس للساعة هو هاد اللي بيدو هادا يلا الساعة ديالو 5 لتر فهاد الإناء 420 وهاد السطل 10 لتر إذن أصغر قياس للساعة هو هاد الإناء واللونه باللون الأصفر أما باللون الأحمر أكبر قياس للساعة وقتنا 420 مع 10 لتر ف420 أكبر ثانيا أصلوا كل إناء لقياس ساعته إذن عندنا محقنا عندنا قارورة وعندنا سطل هنا 2 ديالتر 2 ديالتر باللتر كيف هي حال هي 2 ديالتر هي عشرون لتر إذن عشرون لتر لمحقنا ممكنش تكون فيها عشرين لتر القارورة كذلك بقنا السطل إذن عشرون لتر اللي هي 2 ديالتر ديال السطل 12 ملي لتر فهذه الكمية هذه صغيرة يعني الساعة صغيرة فهي ديال المحقنا وقتنا القارورة صير فاصلة 75 لتر إذن قل من اللتر أقل من اللتر فهذه القارورة هذه الساعة ديالها أقل من اللتر ثالثا أختاروا أفضل تقدير إذن نحن إذن نهى التقديرات قد نختاروا أفضل تقدير 7 ملي لتر 7 لتر 7 سونتي لتر السطل 7 ملي لتر صغيرة بزاف 7 سونتي لتر كذلك أصغر فبالتالي بقتنا 7 لتر السطل 7 لتر يمكن أن يكون هذا 7 لتر من الماء المحقنا قياس ساعة القطار أو لا المحقنا إذن 3 ملي لتر 3 لتر 3 سونتي لتر إذن الساعة ديال المحقنا 3 ملي لتر قياس ساعة البرميل 20 ملي لتر 20 لتر 20 سونتي لتر ديال البرميل فالتقدير دياله 20 لتر قياس ساعة القطار ملي لتر لتر سونتي لتر فحبسوا الفيديو وضوروا على التقدير الصحيح لأن تقريبا لتر أو لا لتر ونضوروا على اللتر لكذلك ساعة القطار ساعة القطار وحولوا إلى الوحدة المطلوبة فهنا سنحتاجوا الجدول للوحدات قياس الساعة فلاحظوا عندنا 42.05 ديالتر كننخدو الوحدات كنحطوها في الديالتر 42.05 ديالتر و12.05 ديالتر 12.05 ديالتر قد نقسمنا 2.05 ديالتر أولا قد نجمع هذا 42.05 ديالتر زائد 12.05 ديالتر 12.05 ديالتر 5 زائد 5.10 اكتبوا صور راح تفضوا بواحد 2.3 3.4 ثم المجموعة دي نقسم النور 2.5 ديالتر 2.5 ديالتر ثم صفر ناقص خمسة لا يمكن استلفه عشر 10 ناقص خمسة خمسة 3 ناقص ثلاثة 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 ناقص لا شيء ثلاثة أربعة لذا نحوله نحوله الهيكتوليتر إذن الهيكتوليتر هو هذا ونضر الفاصيل هنا 4.305 بالطريقة هذه إذن 4 فاصلة 305 ثم بنفس الطريقة 1.2 هيكتوليتر إذن 1 في الهيكتوليتر 2 في الدكاليتر 12.5 لتر 12.5 لتر دا بغدين جمعها دوب جوج 5 2 3 1 غدين نقسم منها ماذا 2545 سونتي لتر فينوى السونتي لتر هو هذا 5 نكتبوه هنا أربعة خمسة اثنان الفاني وخمسمائة وخمسة واربعون سونتي لتر نضيفه هنا يا السفر السفر ناقص خمسة السفر ناقص خمسة لا يمكن سلفه عشر ورد السلف عشر ناقص خمسة 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 ناقص خمسة السفر اثناني ناقص خمسة لا يمكن سلفه عشر ورد السلف اثنان عشر ناقص خمسة سبعة تلاتة ناقص ثلاثة سفر وواحد ناقص لا شيء واحد لاشا نحوله سوف نحول الديكاليتر سوف نضع الديكاليتر ونضع الفاصلة 10.705 إذن 10.705 سوف نقوم لكم جوجة العمليات بنفس الطريقة وباستعمال نفس الجدول وهو وحدات قياس الجدول وهو وحدات قياس الساعة سوف تكتبوا في الجدول الوحدات وتجمعهم وتحولوا اللتر بهالطريقة هذه اللي شفنا ثم 2.5 ديكاليتر 2.5 ديكاليتر 5.15 هكتوليتر 5.15 هكتوليتر لئي ما الوحدات في الوحدة اللي عندنا 2 رقم الوحدات في الديكاليتر سوف ندير الجمع 5 زائد 15 هكتوب وصيف راح تفيد بواحد 2 3 4 5 زائد لا شيء 5 سوف نحول اللتر إذن هو هذا 540 لتر ونكتبوا هنا 540 لتر أيضا حبسوا الفيديو ونجزوا العملية الأخيرة 23.5 لتر إذن اللتر كتبوا 3 23.5 لتر 0.1 هكتوليتر إذن عندنا الهكتوليتر في نواء هو هذا كتبوا 0 في الهكتوليتر فاصلة 1 ثم 12.5 ديكاليتر إذن 12.5 ثم نجمع ثم نجمع فقد نحطوه في الجدول ونجمعه ونجمعه ونحوله إذن 5 هذه أسهل طريقة 5 زائد 2 7 4 3 بعد ما قمنا بعملية الجمع قد نحوله الصونتيليتر كنجيو الصونتيليتر إذن هذا العدد هو 3475 3475 خامساً أكتبوا الرمز المناسب يساوي أصغر أكبر مكان النقاط 12.5 لتر مع 546 صونتيليتر إذن كيخصنا نحوله لنفس الوحدة باش كنقارنه إذن عندنا هنا صونتيليتر هنا اللتر ف12.5 لتر نحولها للصونتيليتر فلاحظوا رقم الوحدة 2 في اللتر 12.5 لتر نحولها للصونتيليتر إذن نضيف واحدة السفر 1250 صونتيليتر 1250 صونتيليتر سنقارنها مع 546 صونتيليتر إذن 1250 أكبر فبالتالي 12.5 لتر أكبر ثم 5.5 ديسليتر مع 2.5 ديكاليتر فكذلك سنحوله النفس الوحدة إما الديسليتر ولا الديكاليتر فسنحوله الديسليتر إذن حبسوا الفيديو وحوله 2.5 ديكاليتر الديسليتر وقارنه 2.5 ديكاليتر 2 في الديكاليتر وخمسات جي في الليتر هذن حوله الديسليتر بعدما نحيط الفاصلة نضيفه واحدة السفر سنحصل على مئتاني وخمسون ديسليتر ثم هذن نقارنه 250 ديسليتر مع 45.5 ديسليتر فكاللاحظه 250 ديسليتر أكبر فبالتالي 45.5 أصغر من 250 ديسليتر بنفس الطريقة كذلك سنحوله النفس الوحدة ونقارنه بعد ذلك إذن سير فاصلة 75 هكتوليتر مع 1.5 ديسليتر سنحوله الليتر سير فاصلة 75 هكتوليتر لاحظه 0 7 5 0.75 75 هكتوليتر اللي هي كامل لتر 75 لتر ونقارنه مع 1.5 لتر 75 أكبر من 1.5 فبالتالي سير فاصلة 75 هكتوليتر أكبر من 1.5 لتر السؤال باء ورتبوا من الأصغر إلى الأكبر الساعات التالية 12.5 لتر 2.5 ديسليتر سير فاصلة 75 هكتوليتر و60 سنتليتر فقد نحولهم كلهم الليتر أو لا ممكن نحوله الدكاليتر أو لا وحدة أخرى من هذه الوحدات بعدما نحولهم نفس الوحدة سيرتبوهم من الأصغر إلى الأكبر فقد نحوله الليتر سير فاصلة 75 هكتوليتر كنا قد وجدنا 75 لتر 60 سنتليتر لاحظوا 60 سنتليتر اللي هي سير فاصلة 6 لتر ثم 2.5 ديسليتر 2.5 ديسليتر ماذا حاليا بالليتر؟ 25 لتر ديسليتر 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 12.5 25 75 وصير فاصلة 6 لأن كلهم بالليتر وقد نحولهم من الأصغر إلى الأكبر فأصغر عدد هو سير فاصلة 6 إذن 60 سنتليتر أصغر من ماذا؟ لأنه ديكتبناها بقتلنا 75 25 12 12.5 لتر أصغر من ماذا؟ بقتلنا 75 25 إذن 25 اللي هي 2.5 ديكالتر أصغر من ماذا؟ بقتلنا 75 اللي هي صير فاصلة 75 هكتولتر لإجزرسيس 6 كمبيان ديكالتر بلين فوتي البرسي دون لصو بور لرمبلغ كمبيان ديكالتر شحال ديال الكوؤوس كي خصنا نخويه فهذا السطل هذا باش نعمروه فكاللاحظو الساعة ديالسطل 18 لتر وديالكاس 24 وعشرون سنتيلتر فقدين قسموه الساعة ديالسطل على الساعة ديال الكاس اللي هي 24 سنتيلتر ولكن كاللاحظو هنا اللتر هنا سنتيلتر فبالتالي 18 لتر غدي نحولها سنتيلتر 18 لتر نحولها سنتيلتر قدي نرجع للجدول 18 لتر الوحدات في اللتر شحال هي بالسنتيلتر 1800 سنتيلتر ميل والسان سنتيلتر ميل والسان سنتيلتر دبا 1800 سنتيلتر اللي هي الساعة ديالسطل 1800 سنتيلتر قدي نقسموها على 24 سنتيلتر وقدين نجزو العملية بالطريقة اللي كنا شفنا في الدرس السابق 1800 سنتيلتر وقدين نقسموها على 24 لدينا رقمان في المقسوم عليه أخذ رقمان في المقسوم 18 أصغر من 24 ممكنش نخذو ثلاثة ديال الأرقام 108 فيها كم من 24 إذن فيها 7 7 في 4 28 8 أحتفظ بـ 2 7 في 2 14 والإثنان 16 ثم نقوم بعملية الطرح 0 ناقص 8 كيستلف عشر رد السلف 10 ناقص 8 2 8 ناقص 7 1 0 ثم أنزلو بـ 0 إذن 120 فيها كم من 24 فيها 5 5 في 24 كتبوه سيفو رح تفضو بـ 2 5 في 12 والإثنان 12 الباقي السفر إذن 1824 يساوي 75 إذن 75 ماذا؟ 75 ماذا؟ كأس مملوء بالماء سوف نحتاج إلى الملئة هذا السطل ومن الملئة هذا السطل يساوي تفضو بـ 2 كم من الملئة هذا السطل سوف نحتاج إلى الملئة هذا السطل كأس مملوء في هذا السطل هذا ما نعمره وبهذا ننهي تمارين الصفحة 121 نلتقيه في الصفحة 122